في مشهد وطني يعتز به الجميع وتجسيدا لمظهر من مظاهر المدرسة الجمهورية يحرص التلاميذ في مدرسة الهدى كما هو حال نظرائهم في باقي مدارس الوطن على الوقوف كل صباح لرفع العالم الوطني وترديد كلمات النشيد الوطني بكل فخر واعتزاز بقيم الجمهورية وتقوية روح المواطنة وحن كان لناك ننفي أجل وحن كان لناك ننفي أجل بعد مراسيم رفع العالم الوطني يبدأ التلاميذ في الدخول إلى قاعة الدرس في زي مدرسي مواحد تحت إشراف طاقم تأطيري وتربوي يحرص على تطبيق كل القرارات المتعلقة بإلزامية الحضور وانتظام تقديم الدروس من اليوم الأول مقاطعة الكصيبة الفتية تضم 38 مدرسة منها 25 مكتملة و13 غير مكتملة السلك ويزاول العمل في هذه المقاطعة 83 و100 معلم وبالنسبة للتلاميذ يبلغ عدد تلاميذ المقاطعة 8 445 تلميذ وإلى حد نهاية الدوام يوم الأمس حضر منهم 3400 تلميذ أي نحو 37% أما عن طواقم التربوية فحضور المعلمين مرتفع لنسبة تزيد على 80% وقد تمثلت المقاطعة كباقي نظيراتها على مستوى الوطني بأخلاق المدرسة الجمهورية بدءا باصطفاف التلاميذ ورفع العلم على نغمات النشيد الوطني الكادر البشري المشرف على العملية التربوية يؤكد استعداده لمواكبة مسيرة الإصلاح ويتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم المنظومة التعليمية بشكل عام التعليم في النهاية هو كل شيء نحن كاملين من رئيس الجمهورية قال جايين من التعليم إذن ملينا أرى الحمد لله احترام الطواقم التربوية والمديرين المدرسة الجمهورية رفع العلم يوميا مع صباح اصطفاف التلاميذ وزي المدرسي موجود الحمد لله وكان أسبوع الحمد لله بدأت طواقم التربوية موجودة كاملة والتلاميذ حضورهم كذلك من نسبة مرتفعة شريك آخر من أطراف العملية يتعلق الأمر بروابط أباء التلاميذ الذين يواكبون منذ اليوم الأول مرحلة بدي دروس مثمنين كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم ومن الساعة التي خلقت هذه المدرسة الجمهورية مواكبينها وعدنا نبالوا ما كنا نبالوها كانت المدرسة تحرى لنا يجلوا قراءة ويعودوا يلود حالة وبالا بها يغير لين خلقت هذه المدرسة الجمهورية عدنا من الحين نبالوها بين اللي نهارلوه اللي يطلعوا القراءة كانوا القراءة ما يطلعوا ويمضى ياسر من الزمن ما يطلعوا نحن دورنا تحسيس الناس ونضافة المدرسة زي الصلاة تجيبوا الدولة جزاء الله خيرا نحن ما تشاركنا فيه بشي لاي نطو لا تعدلوا الدولة وتجيبوا وعمل أول بدتوا على التركة كاملة وتدخل الأسرة التربوية في مقاطعة الكصيبة الناشئة العامة الدراسية الجديد بكثير من الأمل في تحقيق المزيد من نسب نجاح بعد أن أحرزت نسبة متقدمة في المسابقات الوطنية خلال السنة الماضية حمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة الكصيبة